ودي فايدة ليك تعارف انه ناس اسمه العثمان ديل مياهون البمثل الدعوة السلفية وما نحن ردينا عليهم ردوا عليهم علماء هسي في ناس يسمعوا تسجيلات ناس يقول لك شوف الشباب ديل انتقدوا الجماعة فيها علماء كبار شيخ مقبل شاب ولا عالم عالم وانت المناسبة هو العالم ده اللي يبقى كبير في السن اللي يبقى كبير معاذ بنجاب العالم ولا ما عالم ماذا عمره تمانية وتلاتين سنة يا هذول اللي يبقى كبير خلاص مش العكاز ده ذاته فهم شنو تعرف العالم شنو ذاته العالم شنو يعني اللي يدو منصب منصب عنده كنتو رئيس المجلس العلمي مجلس العلمي لا يرود على السرورية لا يرود على التكفيرين بأسمائهم لا يرود على على الإخوان المسلمين بأسمائهم لا يرود على ديل وك تيجي يرود يجيب له الشيعة عفوا يجيب له ناس ناس فلان عبدالحيوسف يجيبون الصديفون وناس مونو ومنو يجيبون ويوقف واحد فوق أنا ماذا رجي اسمه اسمه ماذا رجيبه ما أنا شاك يكون الدومنصب ولا كذب يكون خشينا في خروج ما أجيبه أجيب اسمه ولا أجيب صفته يا ناس أجيب اسمه ولا صفته لا ندى المنهج فيهمتا كلامي ها نحن ما اندفاعنا ما يقودنا لأن نقع في أخطاء فيهمتا أي ناس ها اهم شيء طيب من اهم الأشياء ده جاءبه ها شاتو ثلاث بعد ده نجيبه ها ها عصام البشير ها 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 هذا واحد قال لي يتكلم لما الناس يدفع عن المؤتمر وليس يدافع عنه وخوج الإبراهيم يدافع عنه وخوج الإبراهيم ذكر لي أشياء بس أنا دائر أكون في نفسي وله هو وله الناس المعاه وله جميع أخواننا يعرفوا نحن يعني ما ناس مستهترين إلا لمن يستحق وعرفوا إنه نحن ناس في محل الثقة إذا صحت المزعو وده ما من باب التزكي من باب الخبر استأمنع عليه خبر وخوج الإبراهيم قال ليه الكلام ده أنا بقوله لك وما تذكر أو ده عن دكتور من الدكاثر الكبار وما بذكر لأنه يستأمنني وأمني وأنا قبلت الأمانة في النهاية لكن في النهاية إن كان الأشياء الطوامة التي وقعوا فيها ووقع فيها هو نفسه خوج الإبراهيم يدافع لي يأسي على المؤتمر وسوى محاضرة هو صلاح جودة دافع عن الحلبي ودافع عن عن محمد حسين عقوب صلاح جودة دافع عن الحلبي وخوج الإبراهيم دافع عن منه محمد حسين عقوب اللي يردوا علينا العلماء إن إحنا ما شباب انتقدنا أنصار السنة زي انتقدون علماء زي ناس شيخ مقبل ولا ما علماء ديل ديل ما علماء أنت عارف شيخ مقبل مما يجيبه في التسجيل يقول أي نعم نعم في ناس يتحرقوا جوا أنا بدكيف جدا مما يجيبه أي نعم نعم معنى بعدها في كشف ولا مما يقول لك آسف آسف معنى الشغلة دي بعدها في دبابات جاية هالجماعة جاتت يقول لك ها أقفل أقفلهم يجيبه شيخ مقبل اقسم قل وربي السماء وقل أنا متأكد من هذا أنصار السنة الآن يقول في السودان ناس أبزد يقول تقودهم السرورية وربي السماء وأنا متأكد من هذا قال ولا ما قال شيخ ربيع شيخ مقبل قال بيقول ناس مال ناس مال بيقولlon بتاعنا المركز العام المركز العام ليه يا شباب رديتوا عليه شيخ مقبل رد عليهم آها الإصلاح رديتوا عليه ليه شيخ ربيع كلام علماء قلتم ما بتسمعوا كلام العلماء أيتم ما بتسمعوا الكلام الجم splashية تكلم فيها شيخ مغبي الحلبي تكلم فيها علماء شيغا ربيع ويتكلم فيه مجموعة من العلماء ردوا عليه ناس اللجنة الدائمة تكلم فيه أحمد النجمي ويتكلم فيه مجموعة من أهل العلم رأيك شنو أتعنى أحمد حسين يعقوب ليه تكلمت فيه أحمد النجمي هو احمد حسان وفي أبي يسحاق الحويني كلنا نتكلم فيه وقال هؤلاء مبتدعا ولا كراما ومبتدعا مبتدعا ولا كراما ولا كراما قال وما قاعدين نستعجل ده كلام علماء انتو تخالفوا العلماء وتجدوا لنا شباب عندكم تهور هس ده ما متهور ساقى الزول ده إمام الحرم والدهناك وماشي معاه وساقى كتا يا مسكين والله أنا عينتل إسمائيل عثمان بعد قال الكلام ده قبله لما انتكلمت معاه عينتل قبله وبعده قلت سبحان الله الشخصية دي هذه الشخصية المسكينة الضالة المضلة معقولة ده فوق ناس محمد مصطفى ده فوق الزولة البنهار في المنبر وأسي البنهار في المنبر يقول ونحن كجماعة وذهبت ولم ألتقي برئيس الجماعة ولكني ذهبت إلى المكتب والتقيت بالأمين التهامي عبد الله عبد الله التهامي هذا المتخبط محمد مصطفى عبدالقادر نبغضه في الله نحن والله كنا نحب محبة والله لا يعلم بها إلا الله تعالى والله ينذكروا اسمه نفرح اسمه ساي ينذكره ينذكر كشفه للتوحيد وبيانه وكذي وزول يصدع يبين فجأة تخبط عجيب صحابة بيجنب مما أتكلم في الصحابة الزول ده تاني ماكسي بعافية بيك كل يوم لأنه ده الخطة حمر ده لو جيبتها على مهل الأرض يتكلم فيهم تاني بيتخبط كذي زي تخبطك انت قال زليناك نحن حمان وصفة حمان وصفة زمان لما نقول كلمة ما بيرجع بساهم لكن نحن كذي بس وقوله ملانا بأدلنا أسه يقول الحلقة الأخيرة بكرة تاني يجيب الإعادة بتاعاته تاني يجيب الحلقة البعض يجي يتكلم أنا لان أرد بعد ذلك على هؤلاء الشباب العصبجية واتصل بي بعض تلامذتي وأخبروني أنهم سيتولون هذا الأمر كأيوب موسى وإني بعد أن أتكلم عنهم ما عد أيام تلامذة ذات الورطو وأصل لمسألة السلطة واحد مرقى زحب أيضا يوب والتاني مرقى في السعودية صلاح جودة وجراجع تاني والله وتلامذته وبعد هذا يتولون هذا الأمر بعد فترة تاني جراجع رجع رد عليهم وكفر عديل قال كفار هذا المرتد شاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله كان يدافع عن هؤلاء تلامذتي ولما ردوا على هذا التنظيم وكذي وتلامذتي يقول محمد مصطفى مر في ديوان في ينبدأ ديوان واحد من أخواننا بقول لابن تيمية اسمه أحمد المصطفى في الديوان اتكلم اتونسنا بعد جينا نمرق والله أنا مذكرة بشكلة شكله هيئة محمد مصطفى لأنه مجموعة كنا قال الشباب ديوان ما بزكته لو عليه باطل ما بزكته قال وقال لو أنا ذاتي برد علي قال وفعلا أسي رد عليك لأنك تخبطت في مسألة دي الصحابة ومما تكلم في الصحابة تاني بيقى شنو بيقى زي الزول الجاري بموتر وخشطين وداي صفرامي موتر بيقى كذي وي بيقى جاي ويسوي الزول لا بيقى كذي والله انت عارف ليه الجندي قال بمثل الحاكم بكرة يا معالي الوزير وأرد على معالي الوزير وجاب غاني أنا قبل الغني أديكي جبتها الكلام دا أنا صاحبة ذات وببغض في الله الحود دا طلع صوفي تابع لي الصائم دي ما نبغضه في الله والغني نبغضها في الله أنا جبتها تيتارا بزول لما جب نابي مسيغة داك جاب ليه حاجات سفية وفي نابي قل للوزير ديل ما تكشف عليهم ديل ما توقفهم أنا ما دار شدت الكلام دخل ليه براه كذي يا أخي محمد مصطفى كان الزول في مجلس خاص ما بيذكره الزول ينطير يتكلم في محمد مصطفى في وسلوب ساي تحت السرير ويضارب الملاية تحت السرير في زول ما في زول إنت عارف محمد مصطفى دا الليلة ما كان يقول كذي أسي وين تحت السرير أسي ينقص فوق راس البيت ويسمع له وكان جلاف بالطريق محمد مصطفى كلامه باطل والله كان يرد عليه الزول خلاص كأنه الزول بنتهي كأنه وما عنده أي شي أسي بيقى يرد يرد عليك يا دوب ترتفع يقول الزول ده نجيض عشان كذي يرد عليه والله يرد عليك الله بيرفعك يا دول توب لي ربك إنت برضو إنت عمد مصطفى توب تباردل بورطوك يا دول رئيس الجماعة أبعد شوي إن قال لك رح إنت يا هل بتقول رئيس الجماعة عمد مصطفى رح شغال توف توف إن قال لك رح هرايك شنو بتمش تخالفه تقدر تخالفه يا دول شغال جايطة نستهتر بلون ما خايفين منهم وتكلم فينا أنا خايفين من دول شغال دي لله تعالى والله الله بيرفعك تكون على السنة بيرفعك لسانك معهوج رفعك لسانك معهوج شفتها تمسك بالقلم بس يتكلم كلماتك دي فر تلخبت البلد تلخبت الملخبتين يعني دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا